أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما وصلت إليه العلاقات التاريخية المميزة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة من مستويات متقدمة في المجالات المختلفة وأهمية مواصلة تطويرها بما يفتح آفاق أكبر في مسار العلاقات ويحقق الأهداف المنشودة للبلدين وقال سموه إن مملكة البحرين استطاعت تحقيق العديد من المنجزات وفق المسيرة الوطنية المباركة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حافظه الله والتي انعكس تروها على مختلف المستويات وتمكنت من خلالها مملكة البحرين من تعزيز مكانتها على الخارطة الدولية مؤكدا سموه حرص المملكة على مواصلة مسيرتها التنموية الشاملة حتى تحقيق ما تصب إليه من أهداف جاء ذلك لدى لقاء سموه حافظه الله مع السيدان أنسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث أشار سموه إلى ما تتمتع به الولايات المتحدة من تجربة ديمقراطية عريقة وتاريخ حافل بهذا المجال والذي عزز موقفها عالميا مشيرا إلى التعاون البناء بين مملكة البحرين والولايات المتحدة في العمل البرلماني وهمية تعزيزه من أجل تحقيق تطلعات البلدين الصديقين في هذا المجال وجرى خلال اللقاء سعراض مسارات العلاقات بين البلدين وسبل ترسيخها بما يسهم في رفض التعاون الثنائي كما تم بحث مجمل المواضيع ذات الاهتمام المشرك وآخر المستجدات الأقليمية والدولية